السلام عليكم ورحمة الله في هذا الفيديو سوف نشرح عن الـ Unity Event System Event System معنات أنت ديكزر بوتون كيف عندما تضغط مفتاح الجانب أو الأعلى أو الأعلى أو الأعلى رح تحسس به البوتون الخاص به إذن دعني أضغط لك هنا أقريت وأختار أيش بوتون وهذه البوتون لو ترى هذه شكلها دور أكليك حليها هذه الشكلة وهذا السين التي هي فيه إذن هذه البوتون لو جئنا على الـ Highlight كلها الخاص بها لأنه دعني حولها الأحمر حتى عندما تكون Highlight تكون لعونها أحمر دعني أعمل نسخ من عدها Ctrl-C أربع نسخ أوكي الأولى غيرها Rename الخاص بها أجعلها Top Button Top يعني توفة تكون في الأعلى وهذه توفة تكون بوتون إيش بوتون العسفل وهذه سوف تكون Rename إيش Left وهذه سوف تكون Write Rename Write أوكي إن أخذ البوتون الأسفل وأسحابها تكون في أسفل Game والبوتون Left أسحابها أنقلها لجانب العيسر تأكد أنه هي بشكل منتظم في جانب العيسر بهذا الشكل والجانب الـ Right أيضا أسحابها وأنقلها إلى جانب الـ Right ومنتظمها صارت حلوة أربع بوتنات الآن لو نفذت إذا أنتقل بين هذه البوتنات بواسطة زر المفاتيح لا أستطيع لذلك سب في ذلك وذلك بالإيبن سيستم أنا الإيبن سيستم لم أحدد من أين من هو اليذي يبدأ أولا لم أقول لأي GameObject سوف أبدأ به فذلك السيستم لا يفتهم إنه كيف يبدأ ذلك دعني أضغط من التوب وأضعها أقول لـ Selected First الآن لو جذ نفذت أول شي سوف يختار التوب أضغط راية ينتقل أضغط أسفل جانب عيسر بهذا الشكل لكن الآن لو أنا في جانب العيسر وأضغطت جانب الأيمن مفرض أن ينقل على الأيمن لكنه لم ينقلني للأيمن ينقلني للأسفل السبب في ذلك إنه لو جئت أنا أختارت أي البوتون الخاصة بي وجئت قلت له Visualize يريلي العلاقات بين البوتون نجح أن أضعها لك يا بهذا الشكل فعندما يكون في هذه البوتون عندما تضغط له لـ Right فهو يرى أنه أقرب وحدة بالرائت إلى هذه البوتون هذه بعيدة عالية إذا كنت سوف يختار هذه هذا السبب يجب نحن أن نغير العملية إذا كده أن يختارهم كلهم والسبب هو Visualize Automatic أخذ لي Explicit هو أفضل لي أنا أحدد من يكون الأول ومن يكون الثاني إذن أنا هنا في التوب عندما أضغط الأب أين أذهب أبقى في التوب في الأب لكن عندما أضغط مفتاح الـ Down ينزلني للبوتون عندما أضغط مفتاح الـ Lift ينقلني لصاحب الـ Lift وعندما أضغط مفتاح الـ Right ينقلني إلى جهة الـ Right ولو ترى أنظر كيف أعمل لي العلامة عندما أضغط Right ينقلني الآن هو عندما أضغط أي مفتاح الخاص بي ينقلني إلى الجهة الخاصة به نفس الحالة أعمل البوتون البوتون الذي هو الأسفل عندما أضغط الأب أي شيء نقلني للأعلى عندما أضغط البوتون يبقى في البوتون الـ Down يبقى في البوتون لا رضا غيره عندما أضغط Left أو أدي للـ Left وعندما أضغط للـ Right أو أدي للـ Right نفس الحالة هذا أتحكم بمنفس الطريقة هذا عندما يضغط الـ Top في المفروض ينقلني إلى الـ Top وعندما يضغط الـ Down المفروض ينقلني إلى الـ Down وعندما يضغط Left يبقى في مكانه وعندما يضغط لي إلى الـ Right ينقلني إلى الـ Right نفس الحالة بالنسبة للأخير عندما يضغط الـ Top ينقلني إلى الـ Top يضغط Down ينقلني إلى الـ Down وعندما يضغط إلى الـ Left ينقلني إلى الـ Left ينقل إلى الـ Right هنا أنا أتحكم بالـ System أقول له كيف تكون العلاقات الآن لو نفذت لا العملية مختلفة أول شيء اليفت أسفل على الجانب هذا الجانب الآن من هنا أستطيع أن ننتقل إلى هنا أنظر قبل قيل لم نكن أستطيع أن ننتقل الآن العلاقة تسمح لنا بالانتقال بين الجميع بالشكل الذي نحن نريده شكرا لك ونلتقي في دروسة أخرى إن شاء الله ولا تنسى أن تعمل like, subscribe, share